بعض الرسائل جتنا يا حية قيوم برحمتك استغيث في تويتر تقول الله يجزاكم خير ويسعدكم يا رب العالمين على البرامج والعباء والأخوان على البرامج المتنوعة التي تدخل السرور في قلوبنا عامة وقلوب أمهاتنا خاصة بارك الله فيكم جميعا وهنا من أبو علي رسالة كذلك جميلة عن اليتيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله صباحكم بالخير والمسرات الأحبة الكرام العم أبو صالح أبو سليمان أبو محمد ضيوفكم الأفاضل أمدهم الله بالصحة والعافية مداخلتي هنا أن الإحسان إلى اليتيم من أعظم القربات إلى الله وهي نوع من أنواع البر كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحسن إلى اليتامة ولو بمجرد المسح على رؤوسهم بالحسنات الكثيرة فهنيئا لكم جميعا المشاركة في هذا الخير وهنيئا للإخوة الزملاء القائمين على أعمال وبرامج جمعية رؤوم هذه والذين أتاحوا لنا والمشاهدين الفرصة لدعمهم وتقديمهم يد العون لهم فبارك الله في كل داعم ومن ساهم ونشر أعمال هذه الجمعية المميزة في رعايتها للأيتام والأرامل معانين ومسددين أخوكم أبو علي وحياك الله يا أبو علي طبعا كذلك عندنا أخونا أبو فراج كان يعقب على كلمتك أبو محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جميلة جدا وكلمة أبو محمد مميزة جدا وموفيدة وليعلم أن الجميع أن الموت يأتي بعد أحد الصلاوات تحياتي للجميع أبو فراج كذلك الأخت ريم المالكي أرسلت رسالة تبرعها المعهود دائما متواصلة معنا للجمعية وهي اللي دائما تذكرنا صراحة على الجمعية جزاها الله خير وتقول لا تنسوني من دعواتكم وكذلك يليت أبو أبو سليمان يدعي للأخت ريم المالكي والله يا أطوال عمر أولا قلوا يا الله أن الله يرزقنا حسن الختام والله يسعدها لأنها ما شاء الله عليهم بادرة من حين يعني من تقريبا من يوم بدأت براءة البرامج وهي نعم الصدقة يعني أن تبدوها وتخبوها فنعم هي والصدقة اللي دائما مستمرة ولو قلت هذه إن شاء الله فيها خيرا كثير وهي نعتبرها بالنسبة لريم أنها يعني تبرعها وأن كان أحيانا قليل لكن إن شاء الله عند الله كثير إنها طرع عمرك سنة سنة حسنة إلا هي الاستمرار استمرار بهذا الصدقة وهذا الدعم جعله بميزان حسن أفرح آمين هذا باب الباب الثاني يطول عمر فانت ذكرت حسن الختام ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام واحد من جماعتنا من أحب الناس ومن أقرب الناس وجار وقريب وعزيز وبين نحن يوم توفى يوم الجمعة الماضية في مسجد الملك خالد وهو في صلاة الجمعة في الصلاة في الصلاة نعم لا إله إله ولا بد أن نطلع عمرك حتى أنه سبحان الله جاءت له وفاته ونسأل الله أنه يكون كذلك فقال هذا يعني إن شاء الله أن اللي توفى هو ساجد وهو يصلي إن شاء الله نشهد لها بالخير لكن بعض الأخوان وبعض الأقارب في الجماعة كانوا يعني يغبطونه وكذا فأنا عملت رسالة في قروب القبيلة قبيلة أهل أعمار إنه تروا يعني وأنا إن شاء الله نصادق في الكلام هذا إن صلاح الأبناء إن شاء الله هنا من صلاح الأبناء هذا أبوها الله يجعله في جنات النعيم كان في طلع عمرك في زمان الكلام هذا قدام يمكن حوالي أكثر من خمسين سنة والرجال ذيك الأيام أول ما جاله حسين بن محمد وأو أخوانه فكان طلع عمرك ذيك الأيام يا طوال عمر تخبروا كانت المدارس قليلة حتى ما قجتنا المدارس اللي هي مثلا مدارس القرعاوي وتحفيظ القرآن لكن الشيخ الفاضل هذا اللي هو خلوق بن شبلان الأحمر كان ما شاء الله من الناس اللي ينظنهم كان خطيبنا في المسجد وكان طلع عمرك محب للقراءة يعني ما ألاحظت طول عمركم إلا إن القرآن في يده وحسن الختام كان إن شاء الله إلا بو محمد إن شاء الله يوم الجمعة الماضية في مسجد الملك خالد كنا في القرية جاء خبر عند الوالد الله يجعلهم بالجنة والديكم خرج على عجل الوالد من المنزل من منزل هذا أبو محمد الأبو أبويا خرج من بيتنا على عجل وكذا وسمعت خبر أنه أنا بروح عند بلا الوالدة عرفت أن في شيء خرجت بعدها أنا جيت خارج بعدهم طبعاً هم جيراننا في القرية ويوم دخلنا عليهم يا طول عمر إلا رأيه طبعاً ما رأيكم طبعاً على فراش جنب صلل فيه نار وكذا فجلس الوالد عند راسه وكان فيه شبه غيبوبة يغيب ويرجع يعني كأنه يعني يرجع له الوعية قال محمد قال لي هو ينحبه قال نعم قال لي جلسني يا محمد لمن جلسه يا طوال العمار تخبر مثلاً يعني فجلسه وطالع الرجال كذا فيه شباك طالع عمرك في الغرفة طالع داخلها من شمس الصبع تقريباً سبعة ونص ثمانية كذا الشمس طالع على رجوله اللي هو المعني في الموضوع هذا اللي هو عمي خلوفه في شبنان الأحمري الشمس جاي على رجوله وعلى آخر فراشه فدعا بدعوه يا أخوان ما أنساها ولابد أن يكاني عن طعم الله طبعاً الشهود على الكلام هذا الله سبحانه وتعالى لكنهم قد غادروا لكل الوالد والوالدة وأم المتوفي اللي أسميها الوالدة هذه أمها أقول لها من ذي كل أيام أمي أمي بحكم طيبها وكذا وقال ألا يا الله يا طوي ألا يا الله يا رباً كريم أنك تفرجها من عندك كلام عادي إنسان ألا يا الله يا رباً أنك تفرجها من عندك ويقول بيدك كذا ثم قال الوالد رجعني رجعني يا محمد رجع طلح مرحة على فراشه وعلى بال بوي أنه يأخذ فينجال القهوة إذا هذا لاحظ الرجال لكنها لاحظ قال أبو سعد يعني نزيمة ويدخل يده من هذا ويلفه يلفه 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 كذا حتى أنه وجهه للقبلة ثم قاعد يدعي له ويتشاهد ويلقنا الشهادة وكذا ثم غطاه قال يا أم فلان استخل فيه بالله سبحانه وتعالي غادر إلى رباً كريم يا أخي أواد من ناس طال عمره يعني فكرنا جزعة يا ابو محمد ولا مثلا يسخطون ولا صاح قالت استخلفت بوجه الله الكريم الله يجعلهم في الجنة كلهم فالذلك يا طويل عمر حسن الختام أسأل الله أنهم يكونون كذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقنا يطلع مركب يقين واختاما من هذه الدنيا فإن مصير لنا غادر منها فأنا يعني يا أعزي أخواننا آل شبنان من صفة العامة وأعزي أسرة حسين وحسين لعل بعضكم سامع خبرة توفى في مسجد الملك خالد نهار الجمعة ودفناه والله يجعله في الجنة وهذه تعليقات اللي ما يحصله لما ننشوفه في مجتمعنا إن شاء الله يغفر الله ويرحمه بجميع موته المسلمين أخوي حسين ما أن ما بين الأذان والإقامة قدنا بشيء يناسب هذا الوقت الله إذا حب عبد من العباد ابتلاه يا سلام تطهير والعمر لو طول تراهم حسوب الله وفواجع أيامنا ومن غصات الحياة الله جعلها تكفر مهلكات الذنوب يالله يا عالم أحسين ليتك تعيد ها قلش الصبر طوق النجاة على الفتن والمصايب والبلاء والكروب تمدني بالصبر والقلب تصلح هواه وأسألك عفوك من تعفو عن اللي يتوب وأسألك سبل الهداية قبل يوم الوفاة مدري متى شمس عمري يحتضن هالغروب ما شاء الله أبيات مميزة في محلها وشاعرية طاغية يا سلام الله يتقبل منهم الله يسعدك أبو كايد آمين إياكم يا رب أبو محمد سلام الله أعجبك توي الرسالة اللي عنه اليتيم وفضل اليتيم والمسح على شعر اليتيم صراحة يعني جمعية رؤوم كفتنا الشي الكبير في المتابعة والتوصيل والتعليم والغذاء والكساء واللباس فوش رأيك أبو محمد نشارك ألا بنشارك ونبينقول هذه أبو سليمان يوم يذكر البقالة بقالة صغيرة وحال ها واليوم من أول تلقى محدود مكان التبرع أنت في قرية متى تلقى لك مساهمة في حفر بير ولا في بناء مسجد ولا في بناء جدار للقرية متى يجي مرة عليك هذا قد يكون جيل كامل لا بنوا مسجد مسجدهم يكفيهم ولا لا نعم مسجدهم يكفيهم لا أكثرات عدد ولا واليوم تصور أنت في بلد والحال في بلد ثاني والوقت في بلد ثاني وحنا في هذا الوقت نشوف اللي يصير ندل على وقف وندل على تجمع وندل على خير وندل على الثانية إلى أن أول أبو سليمان لو جيت بتبرع وأنت ما معك حق الزنبيل أو حق الملبن أو الخلطة أو حق خلاص ما تقدر ما عندك حق زبيل ما معك ما معك ريال ما يمكن تجي الواحد تقول تعالي أفلان أنا وإياك نبي نشتري ولا أنا وثلاثة نروح نشتري زبيل نحطه في في بناء المسجد ولا نحطه في حفر البير ولا نحطه ما راح ما راح يا أنك تصلحه بيدك ولا ما معك ريال ما تقدر تصلح شي اليوم لا حنا في هالقناة الله يسر هالقناة لهذا الوقف قبل ما نجوه للوقف القناة هذه يسرها الله إلى أنها توظف مجموعة من الأشخاص وتجيب مجموعة من المتسابقين وتجيب مجموعة من الضيوف وتجيب مجموعة من الأعضاء ويتولون تداول هذا الوقف والوقف الأول والوقف الثاني والوقف الثالث والوقف الرابع ثم هاللي يبنون هالأوقاف ما تعبوا في أنهم جو واشتغلوا بيديهم ولا إنما مصروف من جيبك حطيته وساهمت به تيسرت الأمور من حيث التبرع من البنك شلون ترسل فلوسك من البنك للبنك ما شلت ولا طلعت ولا ركبت سيارك ولا جيت نعم عظيم وتيسير وتيسير ثم الثانية بعد ما أننا حنا خلاص شف للقناة كيف هيأها الله لنا إنها تتولى أمر هالأوقاف والثانية البنوك كيف هيأها الله سبحانه وتعالى إنها تكون سهلة تنقل ريالك من بنك إلى بنك أو من حسابي لحساب ثم بعد ما أنه اكتمل الوقف والوقف الثاني والوقف اللي قبله واللي بعده واللي يبقى وش يتعبك أنت اكتمل المبلغ أو ما اكتمل المبلغ ومالك دخل فيه يعني شروا سددوا فأترت الكهرب فأترت المى من بنى صيانة متابعة محاسب في تبرعك لو هو بريال أو بألف ريال أو أكثر ما تعبت ولا لا تحاسبهم ولا تقول جاي فيها محاسب وجاي فيها مدقق وجاي فيها مصروفات ما بعده صالنا عادل لمن لمن وصلت ثم وصلت من وصلت يتيم اليتيم هذا بس يتيم ترى الغني يتيم غني وارث من أبوه ملايين يتيم لكنها غني ويوجد في اليتيم فقير ومسكين وإذا كان له أم صارت أرملة فهذه كلهم إذا من إذا منهم تبرعوا أصحاب الوقف لهذا اليتيم خدموا الأرملة اللي هو أمه الأم الأرملة ما لها عمر لو أنها يطوي العمر عمرها عشرين ومات رجلها ومعها ولد ولا بنت صارت أم يتيم وأرملة لو أنها صغيرة ولوجتها الحرمة أم عشرين أو أم ثلاثين اللي مات عنها زوجه وصارت أرملة وعندها ولد سنة وسنتين وثلاث إلىين وصل الخمسة عشر وعمرها صار خمسة واربعين أو صار خمسين ما تزال أرملة وتستمر أرملة ولا منها حتى يكتب عليها في بطاقتها وكذا أو تكتب حالتها أرملة وهذه الأرملة اللي يحق لها الصدقة أرملة مسكينة لا تروح ولا تجي ولا عندها قد تكون أرملة غنية لكنها تبقى أرملة يبقى ضعفها من حيث لأنها لا تستطيع الرد عن ولدها ولا تستطيع الرد عن نفسها ولا المطالبة بحقوقها وهذه الأمور اللي خدمنا فيها الطفرة اللي حنا فيها اليوم ما كانت موجودة عند السابقين كان يتعب فيه ولا معي والله عشر ريال تروح تركب سيارك وتوديها للمكان اللي فيه التبرع أو توديها للمكان اللي فيه البناء أو توديها للمكان اللي فيه الوقف لو عندك والله كيلو تمر يلا بتوضع صلونا جل بروح أصلي برة ايه انتظروني خويكم فوتوني تكبيرت الحرام تأتيم شكرا